من جرائم المعلوماتية المقترح عام 2011 إلى الجرائم الإلكترونية تتفنن السلطة الحاكمة في العراق بابتكار أساليب تكميم أفواه المعارضين وملاحقة الصحفيين والناشطين وكل من يفكر بانتقاد الحكومة كل ذلك تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية الذي عدل عن جرائم المعلوماتية بهدف توسيع مساحة ملاحقة المنتقدين في كل وسيلة سواء حاسوبا أو هاتفا نقالا أو أي جهاز إلكتروني بنود قانون الجرائم الإلكترونية أثارت قلقا شديدا نظرا لخطورتها حيث أكد مراقبون أن تطبيق هذا القانون سيعرض أكثر من نصف الشعب العراقي للملاحقة والسجن حيث يشرعن هذا القانون محاكمة كل شخص يكتب انتقادا للحكومة أو المسؤولين ولو بطريقة التهكم أو طريقة عفوية وبدون النظر عن عمر الكاتب أو المنتقد ليس ذلك فقط بل إنه يتيح محاسبة حتى من يستخدم رسما كاريكاتوريا منتقدا أو يلمح بإشارة من شأنها أن تعرض المدعى عليه للمحاكمة والسجن أخطر ما في القانون كما يقول صحفيون وناشطون هو وجود بنود فطفاضة غير واضحة المعالم لتعريف الجرائم الإلكترونية ومثال على ذلك تشمل الجرائم الإلكترونية كل إساءة لسمعة البلاد دون تفصيل حدود الإساءة وتبيان طبيعتها أو إظهار الفرق بين الكلام عن السلطة والكلام عن البلاد السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات مع غرامة مالية تصل إلى خمسة عشر مليون دينار لكل من أدين بقانون الجرائم الإلكترونية ولا يقف الأمر عند المدان نفسه بل بنود هذا القانون توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من حرض أو ساعد أو شارك في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وبشكل واضح لتحيز القانون للسلطة الحاكمة تجاهل مشرعوه تجريم خطابات الكراهية والتحريض والتضليل والتزييف الناتج عن الجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب وأجنحتها العسكرية وتغريم الكتل السياسية التي أنشأت تلك الجيوش قانون مفضوح التوجه خطير المحتوى يكرس سلطة الاستبداد أكثر وينتقل من ملاحقة المعارضين على الأرض إلى ملاحقتهم في الفضاء الإلكتروني أعتبر أكثر